موسيقى سيد بدريا من مدينة بورس سيد الباسلة من مصر أنا سينمائي فيلم ميكر بس بسلامة يا قلبي تروح على بك موسيقى لنذهب الان حسان سيها الهو حبيبي موسيقى 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 بدأت حبي للسينما وعلاقتي مع السينما في حرب سبعة وستين فكان بيبقى في غارات على مدينة بورس عيد فقطرة الغارات فقريفنا يعني عاوزين نخرج فقطة روح السينما كنت روح السينما فتفرج على الفيلم يعني بتاع طول اليوم فبدأت قصة حبي للسينما حبي لامريكا لاني كانت بتنقلني السينما لماجيك لاند لسحر امريكا وسحر السينما نفسها كنت اروح على مكان اسم موديل سيبس اللي هو بداية القناع والمراكب جاية من البحر الابيض المتوسط فكت انا اعود قدام المركب واركب المركب بزهني وسافر معاهم وعيش فكان لان انا كنت متربي في حارة والمابوية مات في 66 فكان في موضوع يتيم فكت باهرب من المجتمع الفقر وكنا فقرة جدا جدا وكت بقى روح عندي ديلي سيبس وعود وسافر بزهني وعيش بزهني وشوف بزهني فكت باخد السينما اللي شوفته وحطها اما انا اكون بزهني في المركب لغاية ما اوصل لعاصمة من العواصم وابدا اعيش اللي حصل واني في الابتدائية في سنة خمسة وكان عندي تسع سنين اعتقد وكان فيه حفلة فكت من الموجودين فبدأت ايه كنا كلنا بنغني وامتان ايه طالع برأسه من غير ما كان حد يعرف فرأست رأسة البنبوتية هي رأسة بورسادية والناس افت فلا اول مرة حد يهتم بي ليه ابويا ما كانش مثل في الاتحاد الاشتراكي ابويا ما كانش غاني ابويا كان ميت فما كانش ليه اي نوع من ان حد يصلت الادواء علي فتلقيت ان انا مبقى بعمل حاجة فنية الناس بدأت تبصلي وده كان الكارت بتاعي ان انا اكون موجود موسيقى انا رحت اقدم في جامعة القاهرة عشان كنت جاي بمجموع كويس وكان معايا سندويتش وحق القطر ان انا روح وحق القطر اللي انا جاي فكنت مجاهز نفسي ونزلت في محطة مصر ومشيت من محطة مصر الى الجامعة وده مشوار مشوار بتاعي ساعتين ماشي اما وصلت هناك الراجل ما كانش موجود كانت الساعة عشر احداشر الراجل ما جايش قالوا لي تعالى بكرة فخرجت فخرجت من الجامعة ومشيت على كبر الجامعة في القاهرة على النيل وبكيت وسقطت دموعي والتقط بالنيل في ذلك الوقت حددت اللي انا اهاجر لاني وانا واقف عن نيلة في الكبري حسيت بالغربة لاول مرة احس في الغربة في بلدي فحسيت اللي انا ده مش مكاني ومش هنجح هنا فكررت اروح الجيش وخلص واطلع على اماركا موسيقى كانت مشاكلي مشاكل مهاجر مش مشاكل مصري وكانت تسعة وسبعين تسعة وسبعين كان السادات وجمال السادات في أمريكا وكان بديفد فكان للمصر ما تقول اللي انت مصر كده في حاجة جميلة رونكا فأخذت ده وكان لازم واني شغال في بوستن اللي انا ارجع وابعت لمصر للحاجة فلوس مش بس كنت بأسرف على نفسي لا كنت بابعت للحاجة عشان حججها في الاول اول سنة كنت بحوش اللي هي تحج لان هو كان جيرنيتي امريكا عن جيرنيتي مكة رحلة الى امريكا عشان تعمل رحلة الى مكة للحاجة فكنت لازم انجح وانجح كويس اوي اوي فاشتغلت كنت عندي باشتغل الصبح وبالليل لغاية اول شهرين ثلاثة وبعد كده اشتغلت اروح الجامعة الصبح واشتغل طول الليل اما وصلت نيويورك في المسكول كنتاني الوحيد العربي في المسكول الوحيد المصري في المسكول لان كان فيه جامعة نيويورك في القانون وفي الدراسات كان فيها عرب ولكن السينما نفسها جامعة السينما ما كانش فيها اي عرب ولا فكنت بقعد وببص اللي انا كنت سفير اللي انا بتعلم مع فتوات امريكا يعني كل زملاتي دلوقتي اللي كانوا معايا دلوقتي مسكين استوديوهات ولكن حصل اللي هما كلهم كانوا بيستعملوني كممثل كبدأت امثل اكتر مخرج فبدأت قواعد التمثيل وفي اخر سنة على طول انا عملت اول فيلم اللي ايا في نيويورك وما حسيتش اللي انا غريب عن المشهد اول مشهد اول ما قال اكشن حسيت اللي انا في دنيايا في بورسعيد في سينما الاهلي في حارة ابو دنيا حسيت اللي انا ده هذا العالم عالم انا جزء منه ما سبت نيويورك بعد ما خلصت فيلم اول فيلم اللي ايه هاتشات فوصلت اللي سانا ماناكا سانا ماناكا في كالفورنيا عبارة عن بورسعيد في الخمسينات والاربعينيات والعشرين عاد فكنت دايما اشوف صور بورسعيد في البداية فحسيت اللي انا رجعت بيتي رجعت لبورسعيد مع ان ده البحر الابيض المتوسط وده الباسيفك اوشن فقلت ده هعيش فيه ومن يومها وانا عايش هناك وكت محظوظ اللي انا كت مساعد للمخرج انتوني بيركن اللي هو الممثل اللي عمل سايكو مع هيتشكا فبصراحة انا كنت محظوظ لان الراجل كان كويس اوي اوي ويحس التبناني سينمائيا فقال لي لازم تبقى ليك ستايل يعني يبقى عندك ستايل ايه اللي ستايل اللي تحبه قلت له احنا في برسعيد يعني في بداية برسعيد كانوا بيلبسوا بلمات وكانوا بيلبسوا يعني اناقة قال لي خلاص انت تعمل اناقة في اليوم العادي ولكن ما تروح تقدم بعل لهالوود اللي هم محتاجينه راجل أبوداء من الراجل الكبير راجل العنيف اتسألهم اذا عربية هو اثنان انت عليلي العظيم راجل ما عندكش دم اوه عكيدة اهدف 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 انا ما طلبوني ان انا روح اقدم على الانسايدر كان في السكريبت نفسه في الحوار ان واحد بزعق بس فما روح تقدمت قدمت قدامين مايكل مان من احسن المخريين هالوود فروحت وعملت المشهد وبدأنا نعمل الهيصل خلاص بنمسك وقمت انا عامل ف كريستفر بلامر هرياكت ان انا بزعق فجهز عقلي بالانجليزي واني بزعق له بالعربي ف يعني كان في هارمني بيني وبين كريستفر بلامر فما دخل البتشينو اتلاقى في شكلة عركة فراحلي وكلمني وبتاع فسرقت المشهد من كريستفر بلامر ومن البتشينو وهما قالولي واحنا بين بتاع قالولي احنا عارفين انت بتعمل ايه ولكن حقك قبلها بالضبط كنت مساعد لجيمس كاميرون اللي عمل تيتانيك اعدت معاه سنة اتعلم سينما بما اني بتعلم ورا الكاميرا من مخر كبير وما يجي قدام الكاميرا سعيدني كتير احنا احنا هل تفعل ذلك معي؟ شا احنا 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 لا لا احنا 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 عن طريق فيلم انا عملته وانتجت اسمه تي فور تيرس عن واحد ممثل عربي امريكي ارفان ان هو بيلعب تيرس على طول فراح هيها جاك زا موفي ساد اضع على الموفي ساد ومسكو واخد السلاح وقال لهم انا هبقى الهيرو وانت هتبقى ليه الارهابي فادا عملته كان 28 دقائق 28 دقائق فنجح فاخدنا وروحنا دبي وبالسكريبت بتاع امريكي ايست فجبنا منتج مهوش عربي من ساوز افريكا وجبنا فلوس من الكميونيدي العرب امريكا بنعمل حاجة اسمها امريكي ايست الفيلم بيتكلم عن حياتنا بعد 11 سبتمبر كراجل عنده محل بقالة وبيبعت فلوس لأهله في مصر وبتاعه والفبي اي بتبص على الفلوس دي وفيعمله انبستيجيشن كان فيه توني شالهوب كان فيه قايس ناشف من برك لايز نعو فيلم انا باعتبره فيلم بيعبر عن العرب الامريكان بعد 11 سبتمبر في امريكا الوحيد اللي اخد القضية واخدناها عن طريق جدية ما كانش فيه كوميدي كان فيه جدية اللي احنا بنقش ان العرب الامريكان في امريكا وهير تستاي هنبقى موجودين احنا اي نعم الناس الجداد المهاجرين ولكن وهير تستاي فالفيلم مهم جدا جدا في حياتي لان اعبرت على اللي كنت حسه بعد 11 سبتمبر اشتركوا في القناة أشكرهم موسيقى بأنه محبري أتسالي أعرفك هذا هو لديه 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 المنزل أتسالي وفي 24 المنتزل في محبال القرية لديه 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 على صديقة محبرا موسطفى مرزق موسطفى مرزق نعم موسطفى مرزق موسطفى مرزق موسطفى مرزق لأهي ما لم أعرف شيكاغو مراج عن دكتور في شيكاغو تمسك لأن اسمه مشتبه مع واحد إرهابي فدخل للسجن وفي السجن يعني كان ورى 11 سبتمبر على طول في جانز في شلل الوايت برامسي الكي كي كي فالرئيس بتاعهم قال لك ايوانا كيلان ايرب فحط عينه على الدكتور مصطفى وكان دكتور مشهور جدا في شيكاغو دانتس دكتور اسنان فإما راح الدكتور كان قوي جدا جدا وكان أرفاني اللي هو داخل في قضية عشان بس اسمه ففي السجن راح وقتل رئيس العصابة فبقى الرئيس بتاع السجن كله فاتعلم الإجرام جوا دخل السجن عشان حاجة هو ما عملهاش وكانت دلوقت المخرج هو مجرم أنا كان أكثر من الهجمية في شيكاغو يمكنك أن تكون ذلك مجرم ليس هذا مستطيع أمتك 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 مهرجان بوستن مثلا أخذت أحسن مخرج وأخذت أحسن منتج كسب أحسن فيلم ودخل مهرجانات كبيرة وعمل شغل كويس جدا جدا لأنه كان صادق يعني إذا بنشتغل مع بعض برضو نعمل البلايين كارجو البطولة كان عن واحد مكسيكاني بين الواحدة من روسيا من المكسيك إلى نيويورك فتشوا على ناس قاعدوا بتاع 13 شهر يفتشوا على واحد يلعبوا ففقروا إن هو مش لقينه فنشوف مين فكت أيامها نعمل آيرن مان ويدون ماس وزي زهان وعمل فيلم دابيو مع ألا فاستون فكان في وجود في السينما فالمخرج من روسيا أمريكاني روسي فعرض علي السكريبت فقريت السكريبت فعجبني فقلت له أنا هغيره إن هو يكون حاجة قريبة مني لأن هو كان راجل سوا بس فغيرنا القصة وكنت ابناها سوا إن هي روسية وما بتؤمنش اللي فيه ربنا أنا بنقلها من مكان لمكان واحش ريها أنا بس كارجو أنا الراجل درايفر فحصل بين مشادات هي عاوزة تهرب وأنا عاوزة وصلها عشان أعمل فلوسي فبدأ مع أنا حوار عن الدين فما كانتش بتؤمن ربنا فأنا كنت حجزها فروحت أصلي وارجع تاني قتلقتها بتكلم ربنا بتقول له يا رب أنا لا أأمن بيك ولكن لو خرقتني من المشكلة دي وأنا عارفة اللي المشكلة دي مش هخرج منها أنا هأمن بيك فالشخصية بتاعتي كان معاه فلوس عشان موضوع كبير اللي هو يدفع ابنه كان عنده كلا ويعمل العملية وابنه مات فأخذ الفلوس واشتراها عشان يديها حريتها ولكن العصابة موتته عشان اشتراها فدفع حياته عشان يثبت لها اللي فيه ربنا كيف يمكنك تؤمن بالله وفعل هذا؟ لا تعرف يا رب من أعطيك الوقت لأخذني في هذه المشكلة؟ دعني اذهب! الحلم بيديك قوة يعني وده اللي مش موجود في العالم العربي النهاردة الحلم أنا بعتقد ان اللي هو الحكومات تبني جيوش تبني مصانع احنا كمفكرين وكفنانين وكناس عاودين يدهم بالطفل اللي هو أنا كنت طفل الشوارع فيه حارات إمبابا فيه حارات الإسماعيلية فيه حارات بورسعيد دي له حق الحلم لازم نبيع له الحلم فده حاجة مهمة جدا جدا الأيام دي في حياتي إلا أنا أبيع الحلم ودي صوت ويكون صوتي للناس اللي ملهاش صوت أنا نجاحي الطريق للنجاح ده استمتاع بالنجاح لكن عندما أوصل لهالوود ومثل مع البتشينو الجورج كلوني واشتغل مع كل الناس وعمل بطولات وعمل أفلام زغيرة وأفلام كبيرة ده طريق العمل فيها ده الموت علي ولكن في الآخر ده نجاحي لكل طفل غير قادر أو بيقولوله أنت ملكش ملكش حلم أقول له لا من حقك تحلم من حقك تحلم ومن حقك تنجحك موسيقى السلاح والأنابل والرصاص مش هيرجع لنا حلمنا الحلم العربي والنجاح لا بناء شعب هو بناء أطفال وشباب يحلمهم أن هم يرجعون للمكان اللي احنا مفروض فيه شعب عظيم الشعب العربي شعب زواق الشعب العربي ستوري تيلر صاحب الحدوتة موسيقى 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 أنت لازم تخرج برا العالمية عشان تقول حددتك بجميع اللغات السينما المصرية السينما المصرية في حالتها دلوقتي السينما غير المصرية في الخمسينات والاربعينات والستينات والسبعينات بصراحة السينما المفكرين فيها قليلين الكتاب يعني أنت دعاء القروان من اللي كتب؟ طه حسين إحسان عبد القدوس كتب للسينما المصرية يحي حقي في البستجي مثل نجيب محفوظة عمل أفلام صلاحة بصيف كلها فكانت السينما المصرية سينما عظيمة بالكتابة وبالممثل دلوقتي أنت السينما المصرية كلها قفي والسينما المصرية ما عملت أفلام بتحاول تعمل أفلام عملوها زي هولوود ففقدت قوتها زي مثل السينما الفلسطينية السينما الصدقة أخدت جزء فرنسي ولكن في الآخر السينما الصدقة عشان كده بيروحوا الأوسكار كل سنة أو سنتين ولكن الممثل اللي عاوز يخرج للعالمية لازم يعمل international subject يعني السكريبت اللي عاوز أعمله عن تجارة العبيد تجارة العبيد نفسها human trafficking is a international problem so you have to make international subject لازم يبقى الموضوع موضوع عالمي وتعرضه كأنه عالمي توصل للعالمية كلاسيكيات السينما المصرية في خاطر لأننا ما عندناش مركز قومي للسينما صحيح يعمل archive وارشيف للأفلام اللي عملناها ما فيش مكان للتخزين فكل الأفلام اللي انت تربيت عليها يعني ما هتشوف في الفيلم ليلى بنت الأكابر كان في إيدي بودر إحنا ما نعرفش عدد الأفلام المصرية اللي أنتجت من بدايتها ما عندناش إرشيف قومي فعملت الفيلم عشان أقرخ ما هي السينما المصرية الفيلم بالإنجليزي وفيه مارتن اسكورسيزي فيه آرثر هيلر فيه أحسن ناس موجودين في الترميم فوريت لهم المخازن في مصر وأهميتها وأهمية الترميم ووريتهم بيعملوا إيه في هالوود وبيرمموها إزاي وجبت فيلمين للترميم ومشروع قومي للترميم لأن الترميم هيعمل فلوس للسينما وهينشطها ولكن إحنا نسينا نحافظ على تاريخنا ومن غير ما تحافظ على تاريخك مليكش مستقبل ودي جريمة جريمة الناس اللي باعوا السينما المصرية والناس اللي محافظوش على السينما المصرية وكل مشاهد بيشوف فيلم بعد 30-40 سنة مش هتعرف تشوفه تاني الثقافة العربية السينمائية كانت هالوود في الجولدن إيج القاهرة كانت ماشية زيها يعني نشوف أفلام في التلاتينات والأربعينات والخمسينات نفس القوالة دي نفس الجمال نفس الحاجة فحفاظنا على تاريخنا هو حفاظنا على وجودنا فلابد اللي احنا نهتم بالشباب الزغير ونديله حلمه مشاريع اللي جاية اللي انا مهتم بيها انا كتبت فيلم اسمه عروسة النيل عن تجارة العبيد وفي نفس الوقت تجارة أعضاء لأن فيه سياحة للجواز وفيه سياحة للعلاج فده مهم جدا عندي وفيه مشروع تاني اللي هو ابن الحارة بيع الأحلام ده تلفزيون برنامج تلفزيوني بلف العالم وفتش على المبدعين اللي ما وصلوش للعالمية وأساعدهم أعرف قصتهم وأساعدهم للعالمية المشروع مهم جدا جدا لإني بيدي حق كل حلم إن هو يتحقق وأنا اسكان عندي يعني حتى كده إن أنا أوصلهم وساعدهم للنجاح بالمال بالإنتاج بالفكر بالطريقة ده عناية لكل عربي يحلم ويحلم بالعالمية ونفسه يحقق اللي سيد بدريا حتى لو حلم قليل أو حلم كبير وحققت قليل الفكرة نفسها إذا نجح سيد بدريا في هالوود ومع أكبر ممثلين وعمل أكبر الأفلام وأنتج ومثل بطولات وهو طالع من الحارة ولعب في الشارع حافي هو ده رسالة إلى كل مبدع إن هو يحلم إلى العالمية سيد بدريا من بورسعيد اشتعليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر